رغم قرار محكمة العد الدولية الذي فرض على الاحتلال الاسرائيلي اتخاذ اجراءات لمنع الابادة الجماعية في قطاع غزة وصلت قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الثالث عشر بعد المئة على التوالي وذلك عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي واعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال ثمانية عشر مجزرة راح ضحيتها مائة واربعة وسبعون شهيدا وثلاثمائة وعشرة مصابين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية كما وصل عدد من الشهداء والجرحى الى مستشفى شهداء الاقصى اثر قصف الاحتلال عدة منازل في دير البلح حرب الابادة الاسرائيلية على الفلسطينيين لازالت متواصلة فقد ارتكب الجيش الاحتلال في الساعات الاخيرة تسعة عشر مجزرة ضد المدنيين الابرياء راح ضحيتها مائة وثلاثة وثمانين شهيدا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين جريحا خلال الساعات القليلة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى اكثر من ستة وعشرين الف شهيدا واكثر من اربعة وستين الف جريح منذ السابع من اكتوبر الماضي كما تجدد القصف الاسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس والذي تحاصره قوات الاحتلال منذ ايام وتمنع اجلاء الطواقم الطبية والنازحين والمصابين بداخله قنابل موقوطة نزلت على خانونس هذا الحدث اللي صار في خانونس والشهد شمال يمين ويعني فيش حدا ينقذهم فيش حدا يساعدهم حدا يوديهم على المستشفيات حتى المستشفى لو بدك تودي اي شخص على مستشفى فيش حدا يشيل الجرحة والشهد على الارض يوديهم من المستشفى احنا قاعدين في البيت ما بنسمع الا غير حجار وقزاز بهيل علينا تقريبا الفجر اول ما طلع النهار اطلعنا من البيت دوبنا بنطلع زيه كده بنطلع على الشارع لقينا الدبابة بعيدة عننا يمكن 30 او 40 متر جسس كانت على الشارع اطلاق من فوق روسنا قزايف تخبط والاحجار تنزل علينا ووسط تفاقم الاوضاع الانسانية في ادت الامطار الغزيرة التي تتساقط على خيام النازحين الى غرق اعداد كبيرة منها كما وتدفقت مياه الامطار الى داخل الخيام فيما لم يجد عدد كبير من النازحين من خان يونس الا الشوارع للمبيت فيها بعد ان وصلوا رفح تحت ضربات الاحتلال وقصفه قاعدنا في الشيء لكهرب ولمي وبنصف دار وبالاخر في الشيء وين وين لما تعب مي بالاخر بنعب شوي وبنيج وبنقعد عليها لتاني يوم او لتالت يوم وخيمة كمان بتنزل اولادي غرقوا قبل يومين فيها وجوز متصاوب وسلف متصاوب وسلف التالت متصاوب وعندنا حجة وعندنا مرأة كبيرة من مريضة سكر من جنبه حذر الدفاع المدني من ان حياة الاف النازحين مهددة بسبب البرد القارس والامطار التي اغرقت خيامهم كما انتشرت الامراض والاوبئة بين صفوف الاف النازحين في مراكز الايواء بسبب البرد الشديد والظروف الميدانية السائدة اضحط حياة النازحين والمشردين هنا في مراكز الايواء بغزة سيئة للغاية من جراء استمر الحرب العدوانية على القطاع عبد الرحيم بوكويك تلفزيون دولة الكويت من امام مخيمات النزوح واللاجئين في رفح جنوب قطاع غزة فلسطين اشتركوا في القناة